بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا لازم كل واحد فينا باعتبار ان الوقت مش ملكه وان الحياة دي ملك الله سبحانه وتعالى وان هو الله سبحانه وتعالى اكرمه بنعمة الحياة دي لازم ينقي اصحابه وهي دي الفكرة الاساسية اللي احنا اتكلمنا عليها في مسألة الجليس مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير في بعض الاحيين احنا بنقعد مع بعض الجلساء ممكن يفسدوا حياتنا كلها الجليس ده ممكن يكون فكرة تفضل متسلطة علينا وتفسد علينا حياتنا جليس النهاردة بيصاحبنا خاصة لما تزيد علينا مسئوليات الحياة في اوقات المشكلات واوقات الازمات او في الاوقات اللي بنحس بيها بالضعف والهوان والشدة والتعب جليس النهاردة ممكن يتحول الى اداة ضغطة جدا 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 علينا من غير سبب جليس ممكن يسيطر علينا لان احنا سلمنا نفسنا ليه الجليس ده هو جليس استصعاب الحياة ما تستعجبش وما تستعجلش يعني استصعاب الحياة استصعاب الحياة ان فيه ناس كتيرة لما بيزيد عليها الاحساس بالتعب وبتسأل نفسها سؤال ليه ربنا خلق الحياة صعبة كده بس هو هل فعلا الله سبحانه وتعالى خلق الحياة صعبة يعني سأل ساعت لما بيسألوني هي الحياة صعبة والحياة صعبة بقولهم الحياة وسعة يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة اوسع بكتير من خيالنا اللي بيديأ الحياة في ناس كتيرة هتقول اه يا مولانا ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد الله سبحانه وتعالى فعلا قال لقد خلقنا الانسان في كبد لكن الكبد مش معناه الشقاء ولا معناه حالة العذاب الناس وهي بتكلم الناس عن معنى هذه الاية بتحسسوا منهم ان الحياة دي شقاء وعناء ويقول له ما فيش راحة غير في الاخرة اما الكل النعم اللي انت عايش فيها في الدنيا دي اناعمل فيها ايه الله سبحانه وتعالى دايما بيكلمنا ويعلمنا ان الحياة محاطة باليسر مش بس محاطة باليسر الحياة غرقة في النعم اسمعوا مولانا سبحانه وتعالى وبيقول فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر وربنا سبحانه وتعالى حتى جعل الدين دين اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج طب ايه الحكاية طب ليه ربنا قال لنا الكلام ده عشان نطمن قلوبنا وجعلنا مسندين على فضله ونعمته وما نستصعبش الحياة وما نعجس وما نيئس وخاصة انه هو سبحانه وتعالى بيقول لنا وهو معكم اينما كنتم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ييجي واعلمنا إن اليسر مراد لله سبحانه وتعالى فالسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمري قط يعني دائما إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن اسمه كل ده بيعلمنا إن الحياة ملها ما تخلقتش صعبة لازم أقول لكم حاجة مهمة أول أول حاجة نبتدي بيها إن أول حاجة بتخلينا نحس إن الحياة صعبة هو الخلط بين مفهوم الحياة والدنيا الحياة نعمة والنعمة بطبعها مكتوب عليها هي نعمة لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو يعلمنا إن الحياة نعمة أن الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والله سبحانه وتعالى بيعلمنا إن الحياة نعمة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فالحياة مكتوب عليها الإحسان في كل شيء الإحسان بمعنى إن ربنا بيحسن لنا وعشان كده ما ينفعش إن إحنا نخلط ما بين الحياة والدنيا عشان ده يوصلنا إلى إن الحياة صعبة طب إيه اللي بيخلينا نحس إن الحياة صعبة في ناس بتحس إن الحياة صعبة بسبب كتر المسئوليات اللي عليها بس في الحقيقة إحنا بنحس إن الحياة صعبة عشان بنشعر إن إحنا بنواجع الحياة بمسئولياتنا لوحدنا لكن إحنا في الحقيقة مش بنواجع الحياة وإحنا منفردين إحنا في الحياة بنعمل إيه؟ بنولي وجه قلوبنا لله يعني إيه اللي حاصل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني إيه يعني أنا بنفذ ودوات الله حضرت النبي بينه لسيدنا ابن عباس قال لا استعن بالله ولا تعجز إيه اللي حاصل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني إحنا مش بنمشي في الحياة عشان نواجهها لوحدنا وزي ما يقولوا كده بصدور عارية لا إحنا بنمشي في الحياة بنرى وجه الله فيها ونرى مدد الله سبحانه وتعالى فيها كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فإحنا مشيين في الحياة بمدد الله فالمسؤوليات اللي جاينا مش عشان نشيل همها ولا عشان تتأل كتافنا ونقع تحتها المسؤوليات جاية عشان قلبك يشوف مدد الله وتودده ليك في كل أحوالك يعني إيه ده نقف شوية يعني إيه مسؤوليات عشان نشوف مدد الله أصلا ربنا مش هيشيلك المسؤولية ويسيبك لكن ربنا سبحانه وتعالى هيخلي المسؤولية عشان تشوف قد إيه إن انت ما ودعك ربك وما قال هتلاقي المسؤولية ضخمة أوي 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 بس تجد نفسك لما تتوكر على الله وتأخذ بالأسباب ربنا يفرج عنك ليس لها من دون الله كاشفة فتعرف الله هنا تعرف الله فتشوف في مسؤولياتك تجاه أولادك إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه بيرزقك ويرزق عيالك من حيث لا تحتسب عشان تشوف ود الله سبحانه وتعالىك وتشوف الحنية اللي في قلوب أولادك فتحس بإن هو الله سبحانه وتعالى جبرك عشان تحس بنعمته إن في حد بيرعاك وإنت منسوب لي ومش لوحدك إنت عملت ده كله وربنا وضع الحنية في قلب أولادك اللي قلب أولادك إن انت ما تعرفش هتتعامل معهم إزاي لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي قلوب العباد بين إصبعاي خلى الحنية تسري في قلوب أولادك ليه؟ عشان تعرف إن الله سبحانه وتعالى وأنت تسعى هالجزاء الإحسان إلا الإحسان فتشوف مسؤوليتك في العمل إنها مش عب لكن إنها سبع توسع عليك وبتخرج أجمل ما فيك وإنه سبحانه وتعالى جعلك سبب في خدمة عيالك فهنا تهرف إن العمل ده ربنا سبحانه وتعالى جعل مسؤوليتك في العمل عشان إيه؟ عشان تحس بالرجولة تحس إن أنت قدها وعشان كده تتلون عليك المسؤوليات وتتعدد المسؤوليات مش عشان تخلي الحياة صعبة تقول أنا التعبير اللي دايماً بنقوله أنا هلاقيها منين ومنين ومنين لا 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 خالص عشان الحياة كل مسؤولية فيها مش جاية عشان تكسرك كل مسؤولية فيها جاية عشان تنورك المسؤوليات ما بتكسرش المسؤوليات بتنور بتنور الشخص اللي عايز يعيش الحياة على مراد الله مش اللي عايش الحياة على مراده هو واحد عايز يعيش الحياة على أنها أنتخة فعيشوف كل مسئولية بتصعب الحياة لكن فيه واحد عايز يعيش الحياة بجدية عايز يعيش الحياة وهو صادق بأنه هو عايز يستثمر نعم ربنا فتتنوع عليه المسئوليات عشان يحس أن الحياة ما لها أن الحياة لها طعم وأن الحياة بيعيش فيها بمدد ربنا فهين مسئوليته مع أولاده تخليه قلبه رئيء وهين مسئوليته وتخليه قلبه كمان بيخشى من الله سبحانه وتعالى عشان لو درك الزرية الضعاف فيبقى قلبه رقيق وفي المسئولية يبقى عينه صحية ومنتبه ويبقى مطقن وكمان مع الناس يبقى خير كل المسئوليات اللي عنده مسئولية أسرية مسئولية عملية مسئولية مجتمعية ده كله يخليه فيه ايه؟ فيه نعم كتيرة يشوفها لله وعشان كده بيبقى فيه دليل أن فيه ناس كتيرة حوالينا أصحاب مسئوليات كبيرة لكن عمرك ما تشوفهم مهمومين تشوفهم وكانهم وكانهم يقولوا شايل يلا يلا كمان بالعكس تلاقيهم كده حاسين أن هم متشالين حاسين بمعنى قوله تعالى ايه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح يحس أن هم متشال محمول حاسين أن المسئوليات دي شرف وتكريم من ربنا حاسين بحلاوة تعبهم في آخر اليوم أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ونظر إليهم وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فهم حاسين أنهم الله يرى أعمالهم ومش بس يرى أعمالهم وهم حاسين أنهم محل رعاية الله وأولا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلي عملهم ده يوصل للنتائج دي فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله زي ما قال سيدنا شعايب يبقى إذن هم حاسين أن هم ممدودين مع الله في الجانب التاني فيه ناس بتحس أن الحياة صعبة لما بديكتر عليهم المشاكل في حياتهم ويبقوا مش عارفين يتعاملوا معاها إزاي الأولى بالناس دي أن هم يتعلموا يتعاملوا معاها إزاي مش يحكموا على الحياة إن هي صعبة إحنا في أوقات كتيرة بنكون متعودين إن المشكلات في حياتنا بنتعامل معاها بطريقة معينة وساعات بنبقى عندنا التفكيل الضيق إما نهرب منها وإما نصدمها فكأن لو دخلت في المشكلة بسدري كده وكسرتها يبقى أنا نجحت أو لو هربت من المشكلة أحس إن المشكلة كده أنا خلاص هربت منها لإن المشكلة أكبر مني فالمفروض إن أنا أهرب منها وفي الجانب التاني إن أنا أحس إن مليش بيها غير إن أنا أهرب فأنا مقدرش أهرب فأعمل إيه فأصدمها فلما أصدمها ممكن أتكسر لكن إحنا مش محتاجين نصدم ولا محتاجين نهرب على فكرة لكن محتاجين إن إحنا نتعلم سنة ربنا في التعامل مع المسئوليات المسئولية يا سيدي ببساطة خالص محتاجة شيء مهم جداً جداً محتاجة معرفة ومحتاجة مهارة ومحتاجة شوية أخلاق المعرفة إن إحنا نعرف نعرفها إن ربنا في غنى عن إن هو يحملنا بالمسئوليات طيب ربنا جعل المسئوليات دي ليه عشان نتعرف عليه فقبل المسئولية ما نحملها نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مش بيسألنا بس عن إحنا وصلنا للنتيجة ولا لا بس بيسألنا كمان إحنا استثمرنا النعم اللي ادهاننا ولا لا استثمرنا قدرتنا ولا لا ربنا يسألنا عن النعم اللي أودع فينا بيسألنا عن صحتنا بيسألنا عن تفكرنا بيسألنا عن كل اللي عندنا ده فلازم نعرف إن المسئولية مسئولية أن الله يقول وكأنه سبحانه وتعالى يقول أعطيتك ثم تركت ما أعطيتك وجلست حزيناً لا أنت لو استثمرت اللي أنا أعطته لك ده وهنا يأتي دور المهارات طب أنا أستثمره خلاصاً عارفت إن أنت سبحانك أعطيتني نعم أستثمره إزاي؟ أتدرب بقى وقى عندي مهارات والتزم إيه بقى؟ ألتزم التوكل والصبر والرحمة والتزم كمان الجدية كل ده فإحنا محتاجين إن احنا نتعلم مهارات في كل مشكلة بتمر عننا محتاجة مهارات نتعلمها يبقى ربنا جاب المشكلات ليه؟ عشان تحركنا فالمشكلات مش جاية عشان تكسرنا المشكلات جاية عشان تحفزنا وإحنا حتى في العلم قلنا إحنا في العلم قلنا حاجة مهمة قوي إن العلم بينشع عن حاجة إن العلم بينشع عن إيه؟ حاجة حتى بقى عندنا قعدة كده إن الحاجة أم الاختراع فيبقى المشكلات مش جاية عشان إحنا نصدمها لكن جاية عشان نحس باليسر لربنا وضعه في حياتنا وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا ما نصدمش فقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة حتى وإحنا في المشكلات حتى وإحنا في المشكلات وعشان كده علمنا ما نهربش المؤمن القوي أحبه عند الله من المؤمن الضعيف يبقى إزاي قويه وما ينصدمش ويبقى عنده رفق إنه يبقى عنده سعة ولذلك عشان الإنسان يحس باليسر في الحياة سواء في حالة تعدد المسئوليات عليه أو في أوقات المشكلات هو محتاج إنه يسير يعني يتحرك دائما ويطلب مدد الله ولازم يعرف إن الأصل في الحياة السعة مش الأصل في الحياة الصعوبة ولا الضيق الأصل في الحياة السعة والعجيب إن اليسر والسير من نفس المادة السين والياء والراء يعني كل ما تسير يحصل لك يسر وكأن السير مفتاح من أهم من مفاتيح اليسر دائما إحنا لما بنعرف ونستعظم أي تحدي في حياتنا لكن لما نعمل كده لكن لما بنحاول نتحرك بصدخة جاه أي مشكلة بتقابلنا نحصل لنا إن إحنا نمشي برشد فنتعامل معاها فبنلاقي الأمور أبسط بكتير من أوهمنا إلى أوهمتنا بيها نفسنا وإن الصعوبة دي في عقوننا مش الصعوبة دي في الحياة وإن الصعوبة كل صعوبة لها مخرج بس لما نتعود إن إحنا مش نصادم الحياة ومش نهرب منها لكن نوسع مشهدنا وسع مشهدك تنى لمسعدك يعني كل ما أوسع مشهده كل ما أتعلم وعشان كده كل ما أتعلم كل ما أمارس مهارة كل ما أصبر فييجي الخير بعد كده طب نعمل إيه؟ تعالوا نشوف الإجراءات اللي بتسهل علينا إن إحنا إزاي نتعامل معه نخرج من مسألة الصعوبة الحادي أول حاجة تعود وإنت بتقدي مسؤولياتك في الحياة ما تربطش الأسباب بالنتائج يعني إيه؟ يعني إنت بتسعف شغلك عشان توسع رزقك ورزق عيالك اسعى وتحرك لكن ما إيه اللي حاصل؟ ما تقلقش وما تشيلش هم لإن ربنا هيوسع عليك رزقك فضل منه سبحانه وتعالى لكن ما تقولش إيه؟ إن إلا أنا بعمله ده لازم هيوسع رزقك ده لا لإن ممكن ربنا هيوسع عليك أكتر وإنت ممكن تضيق على نفسك ولذلك رسول الله صنع قال للسيدة عائشة لا تحصي فيحصى عليك فإن اللي حاصل؟ أنت أعمل خد بالأسباب أما عطاء ربنا هيجي لك أوسع بكتير فما تعيش بتوقعاتك لكن عيش بماذا؟ عيش بالحلم وعيش بالأمل الذي هو التعلق بفضل الله تاني حاجة لما تقابل معضلة ولا مشكلة في حياتك عود نفسك إنك تفكر في الحل مش تفكر في الأزمة يعني فكروا في الأزمات وفكروا في المشكلات بالحلول يعني بلاش تفكر إنك هتقدر تخرج من الأزمة دي اللي أنت فيها ولا لا لكن فكر إيه الحل اللي يخرجك من الأزمة دي وحاول تمشي خطوات سابتة إليه حتى لو كانت الخطوات دي خطوات بسيطة هيمر اليوم والليلة هيمر اليوم واليومين والشهر وانت حلت المشكلة لكن لو تفضل في مكانك وبتقول هي المشكلة دي ليه حل ولا ما لاش حل هي ليه حل كل المشاكل ليه حل عند الله فإن الله ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء وهو اللي علمك إن مع العسر يسر فما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء فما فيش مشكلة إلا وليه حل لأن الله سبحانه وتعالى وعدك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر ولذلك أنت ما زلت محل نظر الله والله سبحانه وتعالى بيقول لك كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ففي عطاء جايلك والله سبحانه وتعالى كريم ويدبر الأمر فعشان كده استمر وما تقفش وامشي مهما كانت الخطوات صعبة امشيها ولذلك إلا حاصل أنا دايماً بقول للإجراء مهم امشي الخطوات مهما كانت صعبة حتى لو عتمشي بصعوبة وإنت حاسس إيه اللي هيعمله وأنا حاسس بالعجز ده لو مشيت مشيانك دوت هو دوت اللي بيخليك تعرف إن الحياة فيها أبواب وذلك لابد إن أنت تسير تالت حاجة لما تحس إن قلبك مستصعب الحياة ادع الله سبحانه وتعالى قول ادع ربنا كده بدعاء يخرج من قلبك ولو ما عندكش دعاء كده قول ورايا يا من ربيتني على النعم وبعفوك كسوتني فحفظتني من النقم أسألك أن تحصن قلبي من فتنة السقوط في أوحال اللهم والغم وأن تجبر خاطري بأن تداويني بلطفك وحنانك فلا تبقي في جوفي زرة وجع أو ألم وأن تغمس فؤادي في شهد الطمأنينة والأنس والقرب الأتم ادعوا ربنا وأنتم موقنون بالإجابة موقنون بالوسعة موقنون بالفرج موقنون بالمحبة موقنون باللطف الله لطيف بعباده والله سبحانه وتعالى وعدنا فحشاه أن يخلف الميعاد أليس الله بكاف عبده الحمد لله على نعمة أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا الحياة فيارب اجعلنا من أهل هذه الساعة واجعلنا لا نقف ولكن نستمر ونسير في رحمتك وببركتك وبمددك يا رب العالمين يا سادة بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بينامج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحاتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويظل الجسل مفتوح بيننا وبين مجالس العلم حتى نذكر عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى اللهم اجعلنا عندك مذكورين واجعلنا دائما من المرحومين وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم منذ وفاة أخي ثم وفاة أمي وأنا قلبي حزين فلا يدخل أي شيء فلا يدخل أي شيء البهج عليه حتى الحج فذهبت للحج هذا العام ودعوت الله كثيرا أن يغسل ويزيل الحزن من قلبي ولكن حزن قلبي ذات فكيف نفسر ذلك وكيف أغسل الحزن من قلبي ده شيء سؤال مهمة أوي وبيصل أوقات كثيرة جدا جدا ساعات بيصيب الناس حاجة معروفة كده في علم النفس حاجة اسمها الحزن العميق الحزن الشديد الأسى ويبقى الحزن ده بيجي عند الإنسان في أوقات كثيرة وليه أسباب متعددة يعني لو الحزن اللي إحنا عندنا ده لو نظرنا إلى السبب اللي فيه وليه أنا مفيش حاجة بتدخل البهجة في قلبي لأن أنا بحس أن الحياة انتهت أن مصادر الأمان ومصدر الفرحة ذهبت من حياتي الأخ ممكن يكون كان مصدر الأمان والأم هي مصدر البهجة والفرح لأن هي كمان بتخليني عندي أمان وبتخليني كمان عندي إحساس بأن في حد حنين في حياتي فالحنية تخليني قادر أستمتع وقادر أبتسم وقادر أكون عندي أمل فلما فقدت الاثنين دولار ما بقاش عندي قدرة على الابتسامة والفرح ليه طيب؟ لأن مصدر الأمان ومصدر البهجة زالوا من حياتي الكلام ده يمكن أن نفهمه ونقبله لو كانت الحياة بصنع إيد الناس لكن الله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء يعني الحياة بالناس اللي فيها بالناس اللي عايشينها كلها بيد الله فاللي أنا أحسه ده واللي أنا أشايفه ده للأسف مش هو ده مش هو ده قانون الحياة ولا أصل الحياة ده لا قانون الحياة ولا أصل الحياة أصل الحياة إن الحياة ملك الله ومحدش كان مالك الفرحة بتاعتي ومحدش كان قادر على إنه يفرحني ده ربنا جعل هؤلاء الناس أسباب ولذلك النتائج اللي احنا بنوصلها زي البهجة مثلا ممكن ربنا يخلق البهجة بلا سبب يعني خليني أفرح بلا سبب وبيع ما حصل لنا كده فإذا كنت بنسأل هي البهجة هتيجي منين لما أسبابها مش موجودة ربنا ممكن يخلق البهجة من غير سبب فإذا كنت أنا بقول لنفسي أنا مش هقدر يبقى عندي بهجة لإني ما عنديه السبب ما عنديش أمان لإني ما عنديه السبب الله خالق كل شيء العمر التاني والمهم أوي 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 إحنا لما بنفقد أحبابنا عندنا شوية تفسيرات وشوية أفكار بتبقى في غاية السوق منها مثلا أن أحبابنا بيروحوا إلى العدم فخلاص انتهت علاقتنا بيهم هذا مش صحيح أحبابنا موجودين في حياة أخرى الحياة الأخرى دي فيه علاقة بيننا وبينهم والدليل على ذلك أن الأعمال الصالحة اللي احنا ممكن نعملها ممكن توصل لهم الدليل على ذلك إن احنا نمر على المقابر بنسلم عليهم الدليل على ذلك أن هم يفرحوا يفرحوا ببعض الأعمال اللي احنا بنعملها الدليل على ذلك إن احنا لو زنناهم بيسمعوا بيأتنسوا بينا الدليل على ذلك إن دعاءنا بيوصلهم الدليل على ذلك إن أعمالنا الصالحة ممكن كمان توصل لهم فما فيش هذه القطيعة بيننا وبين من ننتقل إلى الحياة الأخرى البرزخية لكن الحياة دي اللي بيننا وبينهم هو الله وعلى فكرة إحنا في الحياة اللي إحنا فيها دي كان اللي بيننا وبينهم هو الله والمعادلة بتقول الله قريب الله سبحانه وتعالى ماذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب من مين من كل العباد يبقى تعالي نقول أخوك أو أخوك والدتك أو والدتك الكلام دينا كلنا هو دلوقتي ربنا قريب منه هل ده فيه شك؟ هو قريب من أخوك وربنا قريب منك كويس جدا 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 يبقى إذا كان ألف قريب من به وبه قريب من جيم يبقى أكيد ألف قريب من جيم فأنت قريب من أهلك قريب من أخوك قريب من والدتك قريبة من أخوكي قريبة من والدتك فاحنا في حال قرب من جميعا بالعكس هو لما يحب يطلع على حالك هو لم يحتاج لمكلمة ولم يحتاج وخلاص بقى في عالم الأرواح والله سبحانه وتعالى يطلعه يعني ايه يعني ما ينفعش ان احنا نحس بالوحشة وان هم خلاص صابونا هم مازالوا موجودين بس موجودين في حالة تانية ممكن من نلمسهمش بس ممكن نلتقي في عالم احسن مليون مرة من العالم اللي احنا فيه ده انا ليه روح وهم ليهم روح فتلتقي الارواح فتلتقي الارواح بل هي تلتقي الارواح هم بيعرفوا اخباري وانا ممكن اعرف اخبارهم لو ان انا حسنت الظن في الله سبحانه وتعالى ان هو هيكرمهم اذا ده الشق الاول يبقى اول حاجة قلناها ببساطة خالص احنا يجب علينا ببساطة خالص ان احنا نعرف ان احبابنا ما كانوش مصدر فرحتنا مصدر فرحتنا هو الله احبابنا ما كانوش مصدر اماننا مصدر اماننا هو الله فلما هم ما يبقوش موجودين الامانة هيبقى موجود برضو وكمان الفرحة تبقى موجودة الحاجة التانية ان هم ما راحوش الى العدم ده ولو لسه موجودين حوالينا انت بتكلم جد يعني ايه لسه موجودين حوالينا لسه موجودين حوالينا قال لي أن أنا ممكن أتصل بهم ومين قال لي أن أنت مش متصل بهم الله سبحانه وتعالى مين قال لي أنه مش بجامع قلبك على قلبهم بس أنت نور بصيرتك وتيقن من الله سبحانه وتعالى وابعت ليهم الهدايا من أعمال الصالحة ومن الأدعية هتجد قلبك مجموع على قلبهم هتجد البسمة على فوجههم دلوقتي بتنور في قلبك لأنه هو ده اللي حاصل حاجة الأخيرة ومسألة أن يا ربنا سبحانه وتعالى ما عمل كده كان يريد أن أنت تترقى في حياتك حياتك تتطور مش حياتك تتدهور أنا عايس ألك سؤال ينفع أحبابنا اللي هم فرقونا يبقى إحنا نعتبرهم ونقدمهم لمولانا ويبقوا مسؤولين أمام الله أنهم دمروا حياتنا ولهم مفروض بيساعدون عن أن حياتنا تبقى أفضل أنت لو مخلص ومحب صادق لأحبابك الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى لو أنت مخلص ليه وما إيش بالقيم اللي هم على المالك عيش بمحبتهم عيش بالدور اللي أموا به في حياتك إذا كانوا مسندينك وإذا كانوا هم كل حياتك زي ما أنت بتسأل ما ينفعش تخليهم هم أخدوا بيت حياتك وأنهم دبحوك أنت كده مش بتحبهم أنت كده بتقدموا من ربنا على أنهم قتل هم في الحقيقة نسكنوا كورهم أدخلوا على قلوبنا السعادة والأنس والبهجة فما ينفعش يكون جزاؤهم مننا أن احنا نسيق إليهم هذه الإساءة البالغة بقاءك متأثر بهذه الطريقة بأنهم رحلوا أنت بتحسسهم أنهم عملوا جريمة في حياتك لأهم عملوا خير وقاموا بدورهم وبعد كده أنت المفروض تترقب أو تتطور أنت مش عايز تترقب وتتدور ما بسألتك أنت مش مسألته مش مسألته مهمة هم قاموا باللي عليهم وربنا جعلهم يعيشوا وكل واحد فينا بيعيش لغاية ما يقوم بدوره معين في حياة أحبابه بعد كده بينتقل ينتقل عشان يروح بقى في كرم ضيافة الله هم دلوقتي ضيوف على الله سبحانه وتعالى فلوما راحوا عشان يكرمهم وده المعنى الأخير اللي بقولوا لكم وما في دلوقتي في كرم الله فأنت ما تجيش أنه هم في كرم الله يتعكر عليهم المعاني الأربعة اللي أنا قلت هم لك دول من أول أنه هم مش مصدر البهجة ولا مصدر الأمان من أنه هم مش خلاص راحوا إلى العدم ده لسه موجودين وبيننا وبينهم صلة أنه أنت مش دي مكافئتك اللي أنت بتكافئهم بيها أنه أنت تخليهم كأنهم سرقوا فرحتك وسرقوا حياتك وكأنك بتقدموا من ربنا أن هم الناس دولة أزوني الحاجة اللي بعد كده أن الحياة لسه فيها كتير وأن الحياة واسعة وأن الحياة مليانة بالخير وأن هم قاموا بدور في حياتك أنت لازم تكمل الدور دوت لأن ربنا سبحانه وتعالى كان جعلهم في حياتك عشان يقوموا بدور وإنت الآن عليك مسؤولية لأن أنت تندق كده هتلاقي البهجة ممكن ترجع تاني لحياتك وتجد نفسك ممكن ترجع تاني إلى الفرح لأن أنت عايز تدخل الفرح على قلوب أحبابك وهم في حياتهم البرزخية اللي هي مش حياة مفصولة عننا لكن حياة متصلة بنا وده ساعتها تبقى محب لله والرسول وكمان عارف دور أهلك وأحبابك في حياتك شكلهم إيه وبتذكر أن أنت هم مش بعاد عنك أنت كل ما بتمر على المقابر بتسلم على أهل المقابر تسلم على المقابر عبس وأنا بتسلم على أهل المقابر لأنهم أحياء هم أحياء في قبورهم لكن حياتهم مختلفة عن حياتنا شوية فأنت لازم تفهم كده ولازم تفهمي كده عشان تقدروا تعيشوا حياتكم بشكل صحيح السؤال اللي بعد كده بيقول جوزي كان بيكلم واحدة علي وكانت بتديه له فلوس ولما سابها كلمتني وقالتلي أنا عايزة فلوسي وهو قال لي أنا مخدتش حاجة غصب عنها هي اللي كانت بتبعثلي عشان عايزان يتجوزها أنا عايزة أعرف حكم الفلوس دي إيه يا مولانا لا أنت عايزة تعرف حكم جوزك إيه مش حكم الفلوس اللي أخدها إيه أنا أجاوبك على حكم الفلوس اللي أخدها إيه وأجاوبك كمان على مسألة إيه تزاية تتصرف في الموقف ده وإن كنت مسألتنيش لأن إحنا تعلمنا إن يجوز الزيادة على الفتوى عند احتياج الإنسان للزيادة دي أنت طبعا السؤال اللي أنت بتسأل ليه إيه حكم الفلوس دي وبتتمنى إن أنا أكون فهمت اللي أنت واجعك وضيئك الحقيقة ما تدي لهاش فلوس ما تدي لهاش فلوس ليه لأن مين اللي أخذ الفلوس دي سواء بقى أخذها دين أو أخذها على إن هو أخذها دين أو أخذها على إن هيها هبة هو جوزك فجوزك هو المسؤول عن هذه الفلوس وهي بالمناسبة لو إن هي مدتلوش الفلوس دي وكانت بتقول إن الفلوس دي دين مش هينفع تطالب بهذه الفلوس وناس كتيرة بتبقى مش عارف الحكم ده بشكل واضح إن هي لما تدي الفلوس لواحد وهي قصدة إن هي الشخص ده يبقى فيه علاقة حسنة بينهم فهو لما بيقلب عليه بيحاول يأخذ الفلوس مرة تانية الفلوس لو كانت هبة هي لا يجوز لها إن هي تأخذها لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبة كالكلب يعود في قيئه فخلاص فعلمنا بهذا المثل الصعب ده إن العودة في الهبة لا تجوز إذا كان الإنسان قبضها خلاص واستهلكها فخلاص مفيش احتمال إن هو يرجع يرجع على الهبة دي تاني وهو أخذ الفلوس خلاص وصرفها فإن اللي حاصل فمفيش بقى مفيش إن هو عليك دين أنت الدين ده لو كانت اديت له فلوس ده وقالت له أنا بدي لك الفلوس ده قرض خلاص ساعتها تطالب زوجك مين اللي زمته ممكن تكون مشغولة زوجك احتمال تكون مشغولة لو كانت اديته فلوس ده دين لكن لو اديته فلوس ده من غير ما تقوله إن هي دين عليه وهو قبل هذا الدين خلاص هتكون فلوس دهبة ويبقى لهو عليه فلوس ولا أنت عليك فلوس أمر التاني إن النصيحة لحضرتك إن انت تروحوا للإرشاد الزواجي لإن إيه نحنا عندنا مشكلة إيه المشكلة؟ المسألة ما عدتش المسألة إن انت دلوقتي في عندك تحديين التحدي الأولاني هي نظرتك لجوزك والتحدي التاني إزاي هتعيش معاه بعد كده بأمان ودولة الاتنين محتاجين إن زوجك يكون ناوي يتغير ولازم فيه خطة كده اسمها خطة التعافي لازم يقوم بها زوجك ولازم تدخله فيها عشان الأمر يكون على خير الحال يا سادة أنا النهاردة تكلمنا على جليس جليس ده صعب شوية إن الناس لما بتسيطر عليها فكرة استصعاب الحياة إن الحياة صعبة بيفضل هذا الأمر المسيطر عليها لكن أنا بقول لكم عمر ما كانت الحياة صعبة والله عمره ما كانت صعبة حتى لو كانت فيها شدائد مش معنى كده إنها صعبة الحياة مدرسة بنتعلم فيها حتى لو كانت الدرس فيها صعبة فهو مش جاي عشان يعذبك مش جاي عشان يكسرك مش جاي عشان يأذيك الدرس جاي عشان يخرج أحسن ما فيه الدرس جاي عشان تترقى فأنت لازم تترقى ولازم تسير في الطريق إلى الله ولازم تكون صاحب بصيرة لو حصل وعشت ده وما استصعبت الشيح حياة وأخذت بالأسباب ومهما كان السبب قليل لكن استمرارك في الأخذ بالسبب هيفتح عليك أبواب الفرج يا رب يعنينا دايما من أهلي معرفة وسع كرمك يا رب العالمين وأن احنا نعيش بكرمك وفضلك وفتحك ونورك وبركتك إزاي ما نعيش الحياة ونعيش إن الحياة وسع وإنت يا مولانا دايما تقول لنا وهو معكم أينما كنتم من كان مع الله وسع الله له الحياة يا رب اجعلنا من أهل الساعة ومن أهل الكرم ومن أهل الفضل ومن أهل الجود يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر